12 تاجرا ومروجا للمخدرات وقعوا في قبضة كوادر إدارة مكافحة المخدرات بعد التعامل مع تسع قضايا وصفت بأنها نوعية في مناطق مختلفة من الأردن ففي محافظات إقليم الشمال ألقي القبض على خمسة تجار ومروجين وفي إقليم الوسط على سبعة تجار ومروجين وضبطت كفوف وحشيش وعشرات الآلاف من الحبوب المخدرة بالإضافة إلى نحو خمسة كيلو جرامات من مادة الكريستال وأحيلت القضايا والمقبوض عليهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة